ما زلنا مشاهدين نتابع وقاع هذا المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية التركي ونظيره الإسرائيلي خلال زيارته لأنقرة حيث عبر الوزير التركي عن امتنانه للدعم الذي قدمته إسرائيل فيما يتعلق بعمليات الإيغاثة والفرق التي أستلتها طبعا لمتابعة عمليات الإنقاذ نستمع الآن إلى وزير الخارجي الإسرائيلي إلي قهين بعد ذلك من أن هدف الأساسي كان إظهار تضامن الإسرائيلي مع تركيا تمكننا من الاستفادة من هذا اللقاء المناقشة العلاقات بين دولتين التي أصبحت ودية كثيرا خلال السنوات الأخيرة ونحن نعرف باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي أقدم تعزية الحر بالإضافة إلى دعمي لكل الذين تأثروا من جراء هذه الأحداث العصيبة فنحن نعرف أن هذا الزلزال من أقوى ما حصل خلال العصر الأخير وبالإضافة إلى الوفود الرسمية التي أرسلناها من قبل مكتب الرئيس الوزراء ومن وزير الدفاع ووزير الخارجية حصلت أيضا على المئات من الاتصالات الهاتفية والطلبات من الشعب الإسرائيلي ومن ونظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي أرادت أن تأتي إلى تركيا لتوفير المساعدة لشعب التركي ولإنقاذ الأرواح ولتقديم المساعدة بكل أشكالها وللمساعدة في إعادة الأعمار وبتقديم الملاجئ لكل الذين خسروا منازلهم وملاجئهم وفي وجه مثل هذه الخسارة المروعة والدوار الصاحق من المهم لنا جميعا وكالمجتمع الدولي بشكل عام ولإسرائيل بشكل خاص أن تلتأم معا على أنها أصدقاء لتوفير الدعم والمساعدة بأي طريقة كانت ويجب على التعاطف الإنساني أن يسود فإنه لا يملك أي حدود أو حدود سياسية فنحن نقف بتكاتف وتضامن مع الشعب التركي خلال هذا الوقت العصيب كما سنبذل كفتر جهود لتوفير المساعدة والراحة لمن هم بحاجة إليها ليس فقط حاليا وآنيا ولكن في المستقبل أيضا فنحن نفهم أن التحديات المهولة إسرائيل كانت من بين أولى دول التي أرسلت فرق البحث والإنقاذ إلى تركيا مع أكثر من 450 أخصائيا الذين وصلوا مباشرة بعد وقوع الزلزال وذلك في غدوني 24 ساعة من بعد الزلزال الكبير لمحاولة إنقاذ الأرواح وأريد أن أكرر أن حين سمعنا عن وقوع هذه الحادثة وفي أولى الساعات الصباح وعند السابعة صباحا مباشرة عملت على جمع كل الفرق معنا واثنتين عشرة ساعة بعد وقوع الحادثة تمكننا مئرسال الطائرة الأولى إلى موقع الزلزال محملة بفرق الإنقاذ كما قد مدينا المشمع المحلي بالمساعدات الخصى والطبية كما سنوفر فرق طبية لتقديم المساعدات الطبية ورعاية الطبية أيها الأصدقاء أشكر موصول لكم لنتمكن من الاتقاء معكم للتكلم والتطرق إلى هذه الكارثة دولتنا تملك علاقات طويلة من الصدقة والتعاون ونعرف أن الكثير من الشعب اليهودي يفخورون بأنهم يأتون من تركيا وأنا ممتن لما تكمن به للمجتمع اليهودي هنا في تركيا نعرف أن عملت فرق تركية على إخماد الحرائق في جبل كرمل في عام 2012 كنتم على إرسال طائرات لنا لمساعدتنا وأشكركم على ذلك وإسرائيل وصلت في عام 1999 حين وقع زلزال الأخير وسنعمل على توطيط العلاقات بيننا في الأشهر والسنوات المقبلة وسنعمل على تعزيز أيضا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات كما نعمل على محاولة مساعدة كل الذين تأثروا من هذه الكارثة كما أود الإضافة إلى أن ونظيري التركيك تطرقنا إلى كل مجالات وقطاعات العمل التي بإمكاننا أن نعزيز العلاقات الثنائية جانبا من هذا المؤتمر صحفي الذي جمع وزيري خارجية تركيا وإسرائيل حيث عبر وزير خارجية الإسرائيلي عن استمرار دعم إسرائيل في تقديم المساعدة لإغاثة المتضررين والمنكوبين من شراء الزلزال المدمر